مرارهم بالتظاهرات والاعتصام والإضراب عن الدوام لحين تحقيق مطالب ثورة تشريم بإسقاط النظام جعل الحكومة في بغداد لا تقوم إلا كالذي يتخبطه الشيطان من المس حكومة عبد المهدي وميليشياتها وبدعم إيراني جربت مع المتظاهرين كل أساليب القم فقتلت أكثر من ستمائة شهيد وجرحت واعتقلت الآلاف لكن الثوار حافظوا على سلميتهم رغم الدماء التي تسيل كل يوم العراقيون يأسوا من الوعود الحكومية الكاذبة على مدى 16 عاما من جميع الحكومات الغارقة في الفساد منذ الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 والتي لم تقدم لهم أي خدمة تذكر فلم يعد أمامهم سوى إزاحة النظام وأحزابه إلى غير رجعة وهكذا استمرت التظاهرات دون توقف لحين تلبية مطالب الشعب ورفضا لتسويف ومماطلة السلطات الحكومية أطلق ناشطون واسم إغلاق بغداد احتجاجا على القمع الحكومي الذي راح ضحيته مئات الشهداء وآلاف الجرحة صحيفة الانديبندنت البريطانية بنسختها العربية قالت إن حكومة عبد المهدي ربما ستلجأ لمزيد من القوة والعنف لإنهاء التظاهرات مهما كان الثمن من جانبها أكدت مفوضية حقوق الإنسان الأممية أن ضحايا التظاهرات المستمرة في العراق سقطوا جراء الاستخدام المتعمد للقوات الحكومية وعناصر الميليشيات الذخيرة الحية وقنابل الغاز المسيلي للدموع ضد المتظاهرين واعتبرت منظمة العفو الدولية أنه من المشين أن تتعامل قوات الأمن في العراق مرارا وتكرارا مع المتظاهرين بهذه الوحشية باستخدام القوة المميتة وغير الضرورية يوما بعد آخر يظهر جليا اللاثقة بهذه الطبقة الفاسدة التي تحكم العراق منذ عام 2003 وأن آلة القمع الحكومي لن تزيد الثوار إلا صمودا وتمسكا بمطالبهم الوطنية في إسقاط النظام ترجمة نانسي قنقر